اشتركوا في القناة ومن عرضية لكن في اتجاه يسر وحيد محاولة لمف نابلة صبحي سليمان بقبضة اليد حولها لوسط ملعب عادت بتصويبها من على قوس منطقة الجزاء لكن الى احضان حارس المرمى صبحي سليمان على دائرة الوسط تمرير في الامام كرة جميلة في اتجاه مدمتها باقتراب مع التصويب لكن يطالق صبحي سليمان صبحي يرتدي قفاز الاجادة يواصل تعلق تعلق يصاحب الحارس صبحي سليمان مثلما تعلق في القلف المدافع احمد محمود تقدم دخل منطقة الجزاء سدد بيسراء لكن صبحي سليمان واقف صح بيغلق زوايا المرمى وتمركز واخد خطويتين ثلاثة لقدام سهلوا عليه عملية التصدي كرة لعبة لحسام دوك دوك هدف اول لفريق طلاع الجيش هدف جميل من جملة رائعة تترجم في الشباك عن طريق احمد عبد الرحمن زولة احمد عبد الرحمن زولة نجحت المحاولة التانية بعدما فشلت المحاولة الاولى عملها زولة وسجل مع الدقيقة مع الدقيقة 27 من احداث شوط الاول للقاء بربط وتعاون رائع وجميل ما بين متعب الى حسام دوك دوك حسام دوك دوك الى لعب زولة زولة من داخل ملطقة الجزاء بعد افسح الطريق امام زولة سدد في المرمى معانقا الشباك لتصبح التيجا هدف واحد مقابل للشي هنا اعادة لكل سهولة لكن التالتة تبتع عن طريق زولة من محاولة كانت يا الاولى لزولة سجل وتقدم هذه تصويبها لكن الى اعلى كرة فيلمين ايتوجا عنده هدف رائع لا ينسى سجله في مرمى دود اثناء تواجده مع المصر برسعيدي لعب الكاميروني ايتوجا كرة داخل منطقة الجزاء من حسام ايفونة برأسية لكن كانت خلاص تجاوزت وعدت بكامل هيئتها احمد امازهي خطأ لي صالح فريق الجونة كرة من خارج منطقة الجزاء كرة من عليصار محبة شعبان من الممكن انها تستغل لكن محبة شعبان قبل حسام ايفونة دخل على طول بقبضة اليد اليوم يطلع الكرة الى رمي التماس مع سقوط حسام ايفونة في الكرة المشتركة مع خالد سطوحي قائد فريق طلع الجيش خالد سطوحي هذه الكرة اللي تعبت عالية لكن تدخل في توقيت مناسب وسليم كرة عيبة المكة العرضية كرة ثبتة وكأنه خلاص متخصص واخد تعليمات وتوجهات من المدير الفني على عبد العال في تنفيذ الكرة الثبتة تلعبت حسام ايفونة تعرض لسقوط في جوار خط التماس في الجانب العيسر محاولة تمتعب للضغط كرة هايات الى يتوجه محاولة للتصويب رجعت الى كريس جونيور صوب ولكن الى خارجة ملعب ركلت مرمى في محاولة كانت للجونة كانت بتنظر بخطورة مع العدد الزيادة اللي حصل من تقلت مرمى لصالح فريق طلع الجيش اتعبت من محمد شعبان ولكن خلاص حكم اللقاء محمد التعب الغازي بعد ما اعلن عن 3 دقاق وقت بدل ضع للشوت الاول يطلق صفارة الختام والنهاية لشوت اول والتأكاسة الرابطة للاندية المصرية المحرون الاضيض الكامل على يسار ملعب اللقاء متأخر في النتيجة منذ الدقيقة 27 الزولة هو من تقدم لطلاع الجيش كرة احمد محمود في الامام الى فرانكي توجا الى احمد محمود بتصويمة من على قوس ملطقة الجزاء حلوة جميلة في اول تهديد لكروش البحر الاحمر من نكة في اليسار وحاولة مرور من محمد سمير اهلو مر ايمن مر للكرة الى اشرف اشرف الى مازن مازن ينشر صوم ولكن بباطن القدم اليسرى من على قوس ملطقة الجزاء عدت ومرت جردا والسلام على الحارس محمد شعبان بيتكلم مع زملائه بيعاتبهم بيلومهم على اعطاء فرصة واتاحة للجونة للتقدم عند يوسري وحيد يوسري 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 وعلي حمدي هنا علي حمدي مرر الى يوسري الى علي تخلي منطقة الجزاء تصويبه لكن يطلق صبحي سليمان يطلق صبحي سليمان مع الدقيقة ستة وستين تحرك سريع تحول رائع من الحالة الدفاعية للحالة الهجومية مع انتشار بعدد اكبر من لعاب الوسط والهجوم عند فريق طلعاجي شوف في خمس لعبين علي حمدي مع يوسري وحيد ربط وتناغم اكثر من رائع هنا يوسري ثم الى علي علي استلام وصوا بيومنا ولكن يطلق الحالة صبحي سليمان يزود عن المرمى يبقي على فارق هدف على امل ان يحق على حدود منطقة الجزاء تلا مشيكا رمية التماس تلعبت للجونة عدد تاني لمازين ياسر الاب علي بلوني في اتجاه ايمان مكة تفوق على زولة يارى من التعادل ههو تعادل مستحق تعادل مستحق اشرف مجدي مع الدقيقة السبعين يسجل هدف التعادل الغالي والثمين بعرضية متقنة عدد وفاة ايمان مكة يدخل لمنطقة الجزاء يقدم الكرة على طبق من فضة واشرف مجدي لم يرفض الهدية كرة عرضية ممتازة بعد ما تهيأت له داخل منطقة الجزاء بعد ما تفوق على زولة هنا مرور ايمان مكة من زولة هنا سجي الهدف بعد مرور ايمان مكة من زولة حانى موعد التسجيل حانت لحظة الحسم وادراك التعادل مرور ايمان مكة يعني ان الهدف قادم بنسبة 80% مرور ايمان من زولة تفوق عدى تجاوز هيا الكرة اللي اشرف مجدي القادم من الخلف والمصري والان امام طلع الجيش جميع الهدف اللي سجلها فريق الجونة كانت في الشوط التاني في الاشوط التانية من اللقاءات اللي خضها رأسية بعد عرضية لابت على رأس اللاعب يسري وحيد لكن مرت جوار القائمة الايمان الحارس صبح سلامان عدت الكرة الى ركلة مرمى زولة ارسلها ومحاولة هنا كانت من قبل محمد سمير والله لعب قلب دفاع اللي صعد للكرة من اعلى نقطة توجيه وبالرأس لكن مرت بمحاذاة القائمة الايمان لحارس مرمى فريق مصر هدف اخر سجله في مرمى الاسماعيلي في الاسبوع السادس في لقاء فاز في طلع الجيش تلاتتين على الاسماعيلي كرة ثابتة من مسافة كرة متحوالي سبعة وانشرين متر تقريبا تتلعب الى داخل منطقة الجزاء لطلع الجيش الرأسية محمد سمير لكن الى بعيد ركلة مرمى هاتي امامنا عمر طارق متعبالة يوسري مش ممكن مش ممكن جودوين تشيكا بكرة عرضية مقدمة بطريقة مميزة من يوسري وحيد على رأس جودوين تشيكا لكن تقمص دوري المدافع وانقذ مرمى الجونة من هدف تاني هدف العبور الى الدور القادم شوف يوسري مميز سريع مهاري يحاول كرة الى فرانكي توجا ولكن مع وصلنا للدقيقة الخمسة والاخيرة من الوقت المحتسب بدل عن شوت التاني محمد التابع الغازي يطلق صفار التنهاية لاحداث شوت التاني واللقاء والتعادل سليمان جودوين تشيكا يتقدم جودوين هدف اول من الجونة شوشة شوشة ومحمد شعبان شوشة يسجيش لعب الجناح الايصر متعب وصاحب القدم اليسرى في مواجهة صبحي سليمان يتقدم تزديد تارنو على يسار محمد مع صبحي سمير مش ممكن يا محمد يا سمير محمد سمير قلب الدفاع زعلان متأثر بعد إضاعة الركلة أحمد محمود يضع الكرة جميلة في الزاوية اليسرى لمحمد شعبان تالت محاولات الجونة نجحت إذن تلت هذه المباراة قدم مستوى رائع يسري 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 مميز يتقدم من فريق الجونة لكن يتقلق شعبان يتقلق محمد شعبان محمد عماد المدافع هل تقلق هل صبحي سليمان يتقلق أحمد زولة يتقدم زولة في الزاوية اليسرى صبحي سليمان اتجه في الزاوية أمير من طلع الجيش وعماد من الجونة وعبد الرسول وشعبان عبد الرسول يضع الكرة في الشبكة وصلها للشبكة الغيني يتقدم يتقدم موسى ديوارا قوية قوية في الشبكة صبحي سليمان متحر ايتوغا ومحمد شعبان ايتوغا ومحمد شعبان ايتوغا يضع الكرة ايتوغا على يمين محمد شعبان اللي راح ناحية تقدم هاني على يسار صبحي في أول كرة كان ممكن محمد عماد محمد الديغيمي في القائم وضعت المحاولة على محمد الديغيمي وعلى فريق الجونة في التعادل ليفوز فريق طلاع الجيش بركلات الترجيح من علامة الجزاء بيش بيش بيش